تدي بدكتور بليدي 23 مليون طالب هنلبسهم كمامات هنديهم فاكسين هنعمل ايه علشان نحميهم من الكورونا لأن البزات الصغيرين هيروحوا لمدرسة 4 ايام في الأسبوع طيب يعني كبداية مفيش حد أعرف حال ده اسمه ده بداية موفقة بداية موفقة فاقه لأننا مش هندحك عن الناس ده نوفل فيروس كل يوم بدأ عرف عنه جديد اللي عرفناه في الفترات السابقة واحد انه كان نازل كان شديده العدوانية الحقيقة وكان متعب جدا ابتدى ينحصر في الأعداد في مصر طبعا مش الأعداد اللي بتطلع مفيش يعني انا بتكلم على الأعداد الحقيقية مفيش العدد بيقل الشدة بتقل بنشوفها احنا في عياداتنا في مستشفياتنا في مستشفيات الحكومة فما عادتش زي الزمان هنيجي بقى طب هما الأطفال دول ممكن يتعدوا الإجابة آه طب هو لو قعدناهم في البيت مش هيعيوا لأ هيعيوا برضو يعني عشان الأمهات خايفين يودوا الولاد للمدارس اللقوا معزورين اللوكداون سبت يعني نجاحه محدود جدا في حتة لو انديكيشنز معاين بالنسبة للأطفال هنعمل البيكوشنز الممكنة طبعا وزير التعليم الله يسطره يعني لما الناس كانت بتخانئ على التعليم على بعد ومش عارف ايه ونتهمه انه الرجل ما كانش لا 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 ده هي ضربت معا كده لانه هذا التعليم لا فيه اعداد آه طبعا كان فيه اعداد الايباد دي اللي عملها لا 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 حاجة عظيمة لو قدرنا نقلل نزولهم طبعا شيء لطيف عشان العدوى بتنتقل ما هو أقصد بعض أيوا بس يعني الأم وهي تمزلها ابنها المدرسة تبقى خايفة ولا تعمل ايه هي هتنزله هتتبع تعليمات الحكومية وهتنزله من ستر الله ان الكوفيد في الاطفال اقل شراسة من الكبار وبالتالي احنا اكثر حظا السؤال اللي بنتسقله دائما هو ممكن كوفيد اي ام داخل عيادة باي حاجة الاجابة آه من غير معرف هو بيشتكي من ايه لان الكوفيد يجي من لا شيء تماما وتكتشفه معمليا بالصدفة الى كل حاجة ممكنة وبالتالي الكوفيد يجي بحرارة من غير حرارة بكوحة ومن غير كوحة بيسهل ومن غير بيسهل بيسهل اي حاجة حضرتك تدخل لها في الطب ممكن يجي بيها هل له علاج خاص الحقيقة لا كل العلاجات دي كون باشونت يوز او اوف ليبول يوز حاجات طبية الخلاصة مش معمولة له طيب هم قلقانين معاهم حق يقلقوا بس مش للدرجة الرعب للمرض زي وزي امراض الشتاء لما قالت العدوانية بتاعته اللي في الاول بقى اكسر يعني حنية بيتعالج اكوردينج لللي جاي بيه يعني انت جاي بنزة شعبية هتتعالج بأدوية النزة الشعبية بس مش حاجة خاصة للكوفيد قوي يعني فهم ما جاستيفايد انهم يلاقوا لكن مش لدرجة الهلع هناخد احتياطاتنا حضرت كنت بتسألي بالنسبة للمسكات يعملوا ايه المسك سلاحزوا حدي مطلوب جدا الحقيقة لما احنا الاتنين نلبس مسكات احتمالات ان اي حد فينا يعدي التاني بتنخفض جدا مشكلة المسك انه لو فيه واحد عيان والمسك ده هو الفلتر اللي على وشه بيبقى فيه الفيروس طب انا كل شوية المسك بيقع لا بعدينه بايدي اصبح الفيروس من المسك على ايدي وبعدين ايدي احتدعكت عيني فدخلته وهكذا فالتكنيكاليتي لبس المسك بالطريقة الصحيحة براكتيكالي طب والاطفال هنعمل فيهم ايه نحن عشان كده براكتيكالي impossible حيجي السؤال طب ألغي المسكات لا يعني نص العمى ولا العمى كل